كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أنه تم التوافق مع الرئيس الجزائري على تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاتثمارية والتجارية كما ذكر الرئيس السيسي أنه تم توجيه الأجهزة المعنية في البلدين بسرعة بدي إجراءات الإعداد لعقد الدورة المقبلة لكل من اللجنة العليا المشتركة وآلية التشاور السياسية بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين فقد توفقنا على ما يلي تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاتثمارية والتجارية وتزيل أي عقبات في هذا الخصوص بما يحقق أهداف التنمية الشاملة في البلدين ويعظم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين توجيه الأجهزة المعنية في البلدين بسرعة بدء إجراءات الإعداد لعقد الدورة المقبلة لكل من اللجنة العليا المشتركة وآلية التشاور السياسي بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين وتعزيز أطر التعاون والتنسيق إذا كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك استمرار التعاون المكثف في مجال مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وضرورة تبني المجتمع الدولي لمقاربة شاملة للتصدي للإرهاب بمفهومه الشامل ومختلف أبعاده إلى جانب مواصلة مواجهة جميع التنظيمات الإرهابية بدون استثناء أو تفرقة وتكسيف الجهود لتقويد قدراتها على استقطاب أو تجنيد عناصر جديدة وتكفيف منافع تمويلها وقد ثمنتوا في هذا السياق جهود الجزائر في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء في ظل التحديات بتلك المنطقة ترجمة نانسي قنقر